هدفه تبادل الأفكار حول الاستراتيجية الوطنية لحماية الأفيال في تشاد جاء تنظيم الورشة التي نظمت من قبل ودارة البيئة والصيد مرحيم عبدالرحيم عرضي تعتبر عملية الصيد الجائر غير مشروعا خصوصا في الموارد الغابية والعكس تماما يجب المحافظة عليها وحمايتها وخلال السنوات الماضية تم إيجاد ما يقارب حوالي 300 ألف راس من الفيالة منذ العام 1900 أما في السنوات الأخيرة فقد تقلص عددها إلى 1500 راس ويؤشر ويهدد ذلك بانقراض الأفيال خاصة في تشاد خلال القرون الأخيرة وبهذه المناسبة قررت وزارة البيئة والصيد بالتعاون مع الوكالة الإفريقية تنظيم هذه الورشة الإخبارية لتبادل الأفكار حول الاستراتيجية الوطنية لحماية الأفيال في تشاد الأمين العام لوزارة البيئة والصيد ذكر في حديثه إلى أن هذه الورشة سمحت بتشكيل الأفكار وتبادلها لإيجاد طرق لحماية الأفيال وتجدر الإشارة إلى أن خبراء الحياة البرية لاحظوا بأن الفيالة تتعرض لخطر كبير من قبل الصيد الجائر وإنه لا بد من حمايتها حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة